في كل الألعاب أحمد أكرم بطل مصر والنادي الأهلي في السباحة بيفوز بالميدالية الزهبية في بطولة كاليفورنيا أكرم جي في الترتيب الأول في سباة 800 متر حرة وسجل 8.86 من 100 دقيقة متفوقا على جميع منافسية أكرم أو أحمد أكرم واحد من أبرز السباحين في مصر حاليا بتعول عليه أسرة السباحة المصرية كتير في الإلمبياد القادم إن شاء الله كابتن واقل عزة رئيس جهاز العاب الماء في النادي أشاد بالإنجاز الكبير اللي حققه أحمد أكرم وقال إنه هو إنجاز على الطريق وإنه أحمد نموذج رائع جدا لأجيال جديدة قادمة وقال إنه بيتمنى إن شاء الله يستمر الدعم والإعداد الجيد لأحمد أكرم لغاية الدورة الأولمبية في توقف إن شاء الله وأنا بس كراجل يعني بحب الرياضة وحب أفهم قيمة الإنجازات أما تقول لي تمن دقايق مش هانفك صوات الرقم العالمي كام لازم يتقارن به الرقم الأولمبي كام الرقم الإفريقي كام هو بيحطه ده ضمن التمانية الأوائل مثلا هل هذا يتيح له أن يكون في نهايات أي بطولة عالمية دورة أولمبية أو بتاع هذه معلومة كان يجب أن يتضمن الخبر فأرجو أن اللي بيكتبوا الأخبار ما يبقواش بيشيدوا يعني واقل عزت ده أنا أنا أقول لك بس هو فاهم لكن إحنا مش فهمين هو اللي بيحصل إيه هو مؤكد أن ده مش رقم علامي طبعا ولكن لا مؤكد مش رقم علامي السباحين اللي شاركوا في هذه البطولة الدولية مهماش أفضل السباحين على مسؤال العالم يعني فيه سباحين كتيرين ما بروحش أنا بيش دعو بالسباحين الرقم ده يضعني في الترتيب الكام ما ممكن يحطيني في الترتيب الخمسين يبقى ده إنجاز بنحتفل به بينه وبين نفسنا إنجاز مضلط لكن أنت لو الرقم ده يحطك في أحسن خمس أرقام على مستوى العالم السنادي السنادي حتى بلاش الأرقام العالمية يبقى أنت هنا تحتفل أنت بتتكلم في مقارمة الأرقام عصد دي لعبة رقمية مش لعبة تقديرية يعني دي مش تنس لا دي لعبة رقمية زي ألعاب القوة بتجري الميت متر في كام في النهاية الرقم ده دلالته إيه وهو على إدارة تواصله مع العزة دلوقتي يقول لنا الرقم ده يحونا نقدر نسعد بالإنجاز يعني نعم شكرا